شكراً صباح الخير أهلاً وسهلاً لك ولكل المشاهدين أينما وجدوا داخل الوطن وخارج الوطن في قناة النعار الوطنية شكراً جزيلاً لك سيد عليوي إذن سيد عليوي درست الحكومة من خلال اجتماعها يوم أمس مشروع مرسوم تنفيذية يتعلق بكيفية الأحفاء من الرسم على القيمة المضافة لعملية بيع الشعير والدرى وكذلك المتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن بداية تعليقكم على هذا التوجه شكراً بارك الله فيك وفيما يتعلق بهذا اللقاء الذي درسه فيه السيدة المسؤولية القطاع وخاصة بالنسبة لاجتماع مجلس الحكومة يوم أمس برئاسة سيد الوزير الأول عبد العزيز جراد دراسة متأنية تضع شروطاً خاصة بالنسبة لقطاع الفلاحة بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بمربي المواشي اللي هم عانوا معاناة كبيرة جداً في هذه السنتين الماضيتين وخاصة في هذه السنة جراء الوباء والبلاء والأمراض التي كانت موجودة بالنسبة للقاطع من السنوات الماضية ولكن نرجع إلى الإجراء الذي عملتها الحكومة هو إجراء جيد وهذا مطلب من الاتحاد ومطلب من المربيين سواء كانوا مربيين الدواج اللي كذلك تحطموا في هذه السنة نتيجة الأسعار وتراكم منتع العمليات الكبيرة وخاصة بالنسبة للأتوات ثم كذلك بالنسبة للضرائب ثم كذلك بالنسبة لحتى تنظيم المهنة بالنسبة للشعب نتعى الدواج اللي هي فيها شعبة كبيرة جداً ونتألم عندما نشوف أنها جزء صناعي وجزء ماهوش صناعي ونتألم كذلك عندما نشوف هذه المادة اللي هي ما قدرناش نتحكم فيها نتيجة المضاربة ونتيجة التدهور وبالتالي الشيء اللي افقدناه يعني افقدناه في التنظيم في ذي مدة سنتين حتى ولو كان التنظيم قائم في الماضي لكن هذه قضية الدجاج وقضية البيض واللحوم البيضاء هي أولاً للفقراء ولكل الناس يعني بالنسبة للمواطنين حتى للأغنية صبحوا يلجأوا إلى هذه المادة بالحديث عن هذه النقطة سيد عليوي وارتفاع أسعار اللحوم خصوصاً اللحوم البيضاء منها خلال الأيام الفارطة ارتفاع في الأسعار أو عزه والبعض إلى ارتفاع أسعار الأغذية في الأسواق العالمية إلى أي مدى سيساهم هذا القرار وهذه الدراسة التي قام بها مجلس الحكومة في ضمان الاستقرار ولو نسبياً في الأسواق لازم نأكد على حاجة عندما يكون عندنا جفاف وتكون عندنا يعني أراضي قاحلة وأراضي لم تفلح في سنوات كبيرة وخاصة بالنسبة لوضعنا ثم كذلك اللي خيم عليها الجفاف ولا ما يكونش فيه مخزون لا من المادة انتع الشعير اللي هي نستوردها ولا من المادة بالنسبة للذرة ولا بالنسبة للأكل انتع الدجاج ولا حتى بالنسبة للمعدات الأخرى هذا هو الشيء اللي يخلي أولاً أننا دايماً في حاجة لو كانت كانت عندنا الإمكانيات الكبيرة جداً والتأثر اللي يوقع في ذي أزمة كورونا والتأثر اللي يوقع في الحياة الاقتصادية بالنسبة للجزائر والتأثر العالمي هذا خلال جزائر لم تدرك أنها يعني تحتاج بكمية كبيرة بالنسبة للدواجن سواء في النخالة وإلا في النزالة وإلا مثلاً في الذرة وخاصة الارتفاع اللي هو جانوني يعني في العالم بالنسبة للمادة هذه أثر بشكل كبير على الأسعار سواء في اللحوم ثم كذلك أثر على القدر الشرائية اللي هي نتعى المواطنين عندما ترتفع حاجة هي يعني تكون فيها سلسلة سلسلة العمل وسلسلة من جميع الحالات وخاصة الشيء اللي هو في الحقيقة هذو المربيين مربي الدواجن واللي أكثر منهم غلبة وأكثر منهم مشاكل كبيرة نتيجة الجفاف تأسن هذه هي مربيين المواشي المشكلة والمعضيلة اللي موجودين فيها مربي المواشي لا يعلمها الله ويعلمها إلا هو أولاً كانت في قضية الأسواق ثم كذلك في قضية الأسعار ثم كذلك في قضية الجفاف عندما لم يكون الشعير يعني موجود واشتاكل هذا الغلم ومولي هو وين يمشي وعندما ما تكونش يعني المراعي اللي هي مهيئة أو إلا عندها أمطار كما نقوله في وقت الخريف وين تروح الناس لأننا نعرف باللي كل الناس رأها محصورة ورأها في ظنك كبير ولكن صبرهم يعني صبر تأجبال الصبر أنتاءهم إن شاء الله لازم يرجع بفاتحة عهد جديد في هذه القرارات التي اتخذها السيد الرئيس الرئيس الجمهورية والوزير الأول فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة لازم تخفف من الأتاوى هذه لا تكونش أصلاً لأن هذه أصلاً تمشي إلى المنتجين والمنتجين بدرجة الحق بالدرجة اللي هي موجودة هما اللي عليهم الحمل الكبير أما إذا كان فيه ناس متضاربين وإلا الناس اللي هما يأخذوا من المنتجين تبقى مسائل هذه تنظيمية التي تنظمها وزارة الفلاحة ووزارة التجارة وننشوف إن شاء الله الأمورها في الطريق الصحيح في نقطة أخرى سيد عليوي هناك تعليمات كذلك هناك تعليمات من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيدة تبون بخصوص كذلك رفع المساحات المخصصة لزراعة أعلى فدرة والسوجة كذلك بهدف خفض فاتورة الوردات ربما تمتلك بلادنا مساحة فلاحية شاسعة ما الذي ينقص لنحقق الاكتفاء الذاتي في هذه المواد تنقص الإرادة الوطنية وتنقص كذلك العمل الجاد والمتابعة والمراقبة لأن إذا كانت قرارات تخرج على الميدان والتعليمات نحن نعتبر التعليمات سيد الرئيس الجمهورية هي تعليمات تطبق ما فيهاش نقاش ما الرعيش للترتيبات التي تكون من جديد لأن تعليمات سيد الرئيس جاية متأنية وعن دراسة وعن واقع وتخرج التعليمات فيما يتعلق بالمديرية العامة التي تظهر من جديد والدوان الوطني للقطاع الفلاحي اللي هو المركز حدد في ولاية المنيعة للآن لم يرى النور إلا بأمور بسيطة وخاصة عندما يتعلق الأمر باستصلاح الأراضي وعندما يتعلق بالمستثمرين وعندما يتعلق بإمكانيات كبيرة اللي هي ما تحت الأرض وما فوق الأرض ربي أعطانا خيرات كبيرة ولكن الصعوبات صعوبات أكثر هي في ميدان البيروقراطية وكل الناس تبحث عن الملفات انتاعها وكل الناس تجري من وراء من هو اللي يقدم خدمة الأخر وبالتالي إذا قد قعدت الفلاحة بتطريقة هذه هيونا لم ترى النور أبدا عشرين سنوات نتكلم والبيروقراطية جعلت من ضعفها قوة وأصبح ضعف الفلاح وضعف التاجر وضعف العامل وضعف المنتج وخاصة بالنسبة للمنتج أصبح فيه خبري كان السنة هذه إذا رب العالمين ما جابش المطر والغيث في المناطق الهضاب العليا يصعب على الموالين بأنهم باش يبقوا في الأراضي انتاعهم لازم يدخلوا إلى الشمال وبالتالي عندما يدخلوا إلى الشمال لازم يكون فيه رخص وتكون فيه إجراءات باعتبار أن الشمال هذا هو يستعب المربيين وبالتالي المربيين وين رب الأغنام انتاعهم ونحن مقبلين على العيد على العيد الأضحى المبارك ومقبلين كذلك إن شاء الله عندما نخرج من الجائحة هذه هيونا الناس التي كانت مأخرة العراس ومتلك المناسبات كلها أنها تنفتح سيد عليوي نتحدث الآن عن ما يحدث في مختلف الأسواق من ارتفاع في الأسعال مختلف المنتجات بعض الخضر كذلك اللحم البيضاء والحمراء من بين القرارات المتخدة كذلك من قبل رئيس الجمهورية لتفادي هذه الارتفاعات الترخيص بصفة استثنائية خلال شهر رمضان لاستراد الحوم المبردة كذلك كتصرح المدير العام لديوان الوطني المهني المشترك للخضر والفواكه محمد خروبي تحدث عن استراد 20 ألف من عجول التسمين كيف ترى هذه القرارات بصفة عامة وما هي كذلك إنعكاساتها على برصة الأسعار خصوصا ونحن على مقربة من شهر رمضان نحن الشيء اللي نشجعه هو أنه في شهر رمضان يعني يفتح مجال للفلاحين من المنتج إلى المستهلك وهذا باتصالي مع السيد وزير الفلاحة ووزير التجارة والقطاعات الكبرى ثم كذلك أعطينا الشبه تعليمات بالنسبة للفلاحين عندما رأسنا اللقاء هنا على مستوى أمانا الولايات فيما يتعلق بالتحضير لرمضان والفلاحين هم أنفسهم يعني دارين اجتهادات كبيرة وخاصة في رمضان أنظر إلى رمضان الماضي من هو اللي سيره ومن هم اللي كانوا موجودين في ساحة الفلاحين والمنتجين هم اللي كانوا موجودين وبالتالي يتم التنظيم والبراقبة والمتابعة من طرف الإدارات والسيد الولايات وخاصة وزارة التجارة نعلم أن السنة هذه هنا في إجراء جديد اللي هو فتح السيد الرئيس لكل جزائريين فيما يتعلق باللحوم من تاع اللحوم الحمراء اللي هي تريد أو تستورد من الولايات الجنوبية ثم كذلك الأصل انتاعها هي من السودان والسودان هو يعني ماهوش كلمة السودان كمنطقة ولكن كل الصحراء اللي هي في تشاد في السودان الشقيق في مالي وخاصة في الحدود مالي والنيجر بالدرجة الأولى لأنهما قراب يعني والوقت يمر ونحن في عجالة فالمستوردين هذه والإخوة اللي هم عاملين ما فيهم باش يجيبوا هذا الأبقار أولا يشروها من أضرار ويشروها من المناطق هذه وبالتالي احنا كمنتجين وبالنسبة للموالين والفلاحين ما نغرقش السوق باللحوم وهو إنتاج عدناء كذلك بالنسبة لللحوم اللي هي سواء تجيب مننا أبقار بقليل ولكن من الموالين بالنسبة للمواشي المواشي رأى الآن في وضع سيء إذا كان على حساب المواشي هذه مهيش محبذة وبالتالي إنتاج الوطني هو اللي يكون بالدرجة الأولى لكن الإنتاج الوطني إذا كان في الولايات مثلا في تمراص وفي أدرار وفي مثلا ليزي وفي تيندوف هذا ثاني كذلك مناطق جزائرية وعندهم الحق بأنهم يأخذوا من الشمال ويدوا من الجنوب وإحنا جاء الدور اللي هو ممكن نجيب من المناطق هذه ويكون الذبح هذا هو يعني إنتاج الأبقار في المكان المعين اللي هو في الباطوار مثلا إنتاج تمراص وإلى أدرار وإلى برج بجن مختار تحت الرقابة الرقابة يعني إنتاج النظام البيطاري وبالتالي أنها تسهل ثم كذلك بالنسبة للدواجن الدواجن يعني أثر على اللحوم البيضاء وأثر كذلك على المربيين وبالتالي فيه كثير من المربيين تعد دواجن اللي جاءوا هنا وتلقينا وإحنا بصدد يعني تنظيم فيدرالية فيدرالية وطنية لمربي الدواجن والبيض واللحوم البيضاء وبالتالي الاجتماعات الكثيرة اللي كانت علمنا بأن الوضع يتصل إلى ما وصلت إليه تبقى مسألة المراقبة والمتابعة ونأمل إن شاء الله أن في تنظيم هذه الشعبة سواء عن طريق وزارة الفلاح اللي هي شعبة الدواجن أو عن طريق الفيدرالية اللي هي ضم كل المربيين يكون التكامل ويكون المعلومات وبالتالي يكون التجارب اللي هي مثل ما هو الشأن في البلدان الأخرى نأمل إن شاء الله بأننا نتخطى هذه الخطوات كبيرة في التنظيم وندخل إلى رمضان ورمضان كذلك بفضل كل المنتجين وبفضل التجار اللي هم بالدرجة الأولى التاجر هو حبيب الله التاجر هو اللي ما يحرقش الجيوب انتعى المواطنين التاجر هو اللي يعرف باللي هذا شهر شهر روحي شهر ديني شهر انتعى التضامن وبتالي أن تضامن الفلاحين معروف يعني وطنيا ودوليا ونملك يعني كل المطالب اللي هي يجي من طرف إخواننا وإن شاء الله بإذن الله نقول بأن هذه الخطوات اللي عملتها الحكومة تليها خطوات أخرى في التنظيم وكذلك في تنظيم الأسواق ونطالبين كذلك من السيد وزير الوزير التجارة أنه يفتح مساحات مساحات كبيرة للفلاحين لكي يكونوا منظمين حتى في أسواق الجملة وأسواق التجزئة وأسواق البلدية طيب سيد علي وكسؤال أخير نتحدث عن القطاع الفلاحي ربما بشكل عام لو نرى الإحصائيات للإنتاج الوطني في القطاع الفلاحي هي إحصائيات يعني إنتاج وطني كبير إلا أنه من جهة أخرى في كل مرة نرى ارتفاع في الأسعار أين الخلل أولا الارتفاع في الأسعار هذا في المضاربة وعدم الانضباط من طرف من طرف المتعاملين لأن أولا عندما نحصل عدد نتعى التجار وتجار التجزئة نشوف بأنه عدد كبير ولكنه غير منظم شيء الذي نوعدوكم به بإذن الله إذا كنا في الحياة وهو أنه عندما تتنظم الفلاحة بشكل هادئ ورزين ومتين ننظمها عن طريق التعاونيات تعاونيات الجدد التي تعطي آفاق واسعة بالنسبة للفلاحين التي يسوق المنتوجات تهم لأنه هناك صعوبات كبيرة بالنسبة للفلاحين التي موجود في الجبال التي موجود في مناطق التي هي غير سهلة وهي غير حضارية وبعيدة لازم التعاونية عندما يشتد العود انتاعها وتكون في مستوها هي التي تحرث وهي التي تحصد وهي التي تسوق وهي التي تسوق للخارج وهي التي للدخل لأن التعاونية يكون فيها العدد الكبير وتبدأ بالعدد القليل من عائلة وحدة التي هي من خمسة تقدر تتشكل التعاونية حتى توصل حتى الربع لاف خمسة لاف مثل ما هو التعاونية التي موجودة في سيد عيسى في ولاية المسيلة نضرب بها مثل يعني في التنظيم وخاصة الناس اللي هما موجودين سواء بالنسبة للمربي المواشي وإلا الفلاحة أكثر من 6 ألاف موجود يعني في التعاونية والبلدان اللي تنظمت نظمت بالتعاون لأن نتكلم ونتغنى دائما بالنظام هؤلاء موجود في فرنسا هؤلاء موجود في أمريكا هؤلاء موجود في إيطاليا هؤلاء في بلدان حتى كما مصر مثلا التعاونيات والنظام التعاوني يشمل الحياة الخاصة أنت البشر في جميع القطاعات ما وش الله في المجال الاقتصادي حتى في المجال الاجتماعي حتى في الزواج حتى في التضامن حتى في البناء الريفي حتى في قضايا اللي هي تتكفل هذه التعاونيات نيابة عن الدولة وبالتالي احنا الفكر اللي كان صائب وغير صائب الفكر اللي كان قديم وهو أن التعاون يعتبرها كنظام اشتراكي وأن الاشتراكية ما هيش موجودة الاشتراكية هي الآن فيها العدالة الاجتماعية هل الدعم الحقيقي اللي هو موجود في السكن وفي الثقافة وفي القراءة وفي الأولاد وفي الطب وفي كذا هل هو مفيد ولمهوش مفيد انزيد انطوروا في مجالات اللي هي مجالات يعني تعطي دفع وقيمة للمجتمع ويبقى مسألة التنظيم وإذا ما فيهش تنظيم على الأقل لازم يكون فيه تعديل إذا ما كانش يعني ما هوش إتمام وصلت الفكرة الكمال لله سبحانه وتعالى شكرا جزيلا لك الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين سيد محمد علي وعلى هذه المداخلة إذن مشاهدينا